بعض الشباب يسألني كيف أستطيع أن أحقق النجاح أن أكون رائداً على مستوى المجمعة المنطقة الوسطى المملكة أو غيرها أقول له بأمرين الأمر الأول أن تداوم في العطاء نعم المداومة في العطاء الأمر الثاني لك يا شاب الثانوية أن تستمر في تذكر الهدف المنشود إشكالية بعضنا أنه يضعف ثم يكسل ثم يموت فهو في حالة تموج أذكر لما كنت طالباً في كلية الطب وضعت بيتاً شعرياً أمامه لماذا؟ حتى أستمر في تذكر الهدف المنشود قول علي بن أبي طالب الذي هو لأبي الفرج عمر بن هند ماذا عمر بن هند؟ ماذا يقول؟ وقولي يخاطب نفسه وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستشهد بيها وقولي كلما جشأت وجاشت يخاطب نفسه وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي أثناء دراسة الطب تكسل نفس الواحد يبي يقوم يلعب ليش ما نترك الطب أو كذا وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وضعت بيت ثاني لأبي الطيب المتنبي وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام النفوس يجب أن تكون كبيرة الإشكالية فينا نجعل نفوسنا كبيرة كم أتكبر على زميلي كم أتكبر على الناس لا الكبر أمره مرفوض ما معنى النفوس الكبيرة أن تكون كبيراً على نفسك هذا هو المطلب أن تنافس نفسك هذا هو المطلب الأساسي إشكاليتنا أنا أزيم منك أنت أزيم من فلان لا أنا كم أزيم من نفسي فأظل في حالة سباق مستمرة أنا أيها الإنسان وأظل في هذا السباق وأستمر فيه بشكل مستمر أن أسابق نفسي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سباق النفس ليس فيه أنانية سباق النفس ليس فيه كبر أتتكبر على نفسك أتتحدى نفسك أيها الإنسان إنك تعطرها وتزكيها ولذلك تأتي إليك المبادئ الإسلامية في إشاراتها دائماً ألا تقارن نفسك بغيرك وإنما تسعى في الحرص والإقبال على الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر